سارت رياح الاجتماع الربعي الذي عقد في إسبانيا على وفق ما تشتهيه السفن التركية الاجتماع الذي ضمر الرئيسة التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الفلندي سولينيستو ورئيسة وزراء السويد ماجدلين أندرسون إضافة إلى الأمين العام للناتو يانسي سولتنبرغ انتهى بتوقيع مذكرة تفاهم من تماهد طريق الانضمام البلدين لإسكندنافيين إلى الحلف وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنها قررت تعزيز التعاون فيما بينها لمنع أن شطت تنظيمات الإرهابية المتمثلة بتنظيم بكاكاوي بادي وغولن وأضفت البيان أن فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم أشخاص مشتبه فيهم بالتهم الإرهاب وهو مكان مطلباً أساسياً لتركيا للسماح من ضمام الدولتين إلى الحلف وذكر البيان الثلاثي أن السويد وفنلندا ستبدأ بالتحقيق في أنشطة جمع موال وتجنيد مقاتلين لميليشيا حزب العمال الكردستاني وتعهدتا بمنع أنشطته وأنشطة جميع المنظمات الإرهابية الأخرى والأفراد المرتبطين بها مع إدانة واضحة وصريحة لأي هجمات إرهابية تستهدف تركيا من جهته قال الأمين العام للناتو يانسي ستولتنبيرغ أن الباب أصبح مفتوحاً أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف مشيراً إلى أن انضمامهما يبعث برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو آخذ في التوسع الرئاسة التركية أصدرت من جانبها بياناً قالت فيه أن تركيا حصلت على ما تريده من المحادثات بينما قال البيت الأبيض أن واشنطن ترى أن الضوء الأخضر التركي لانضمام فنلندا والسويد يعطي دفعة قوية للوحدة الغربية الاتفاق الجديد يأتي بينما تعيش أوروبا على صفيح ساخن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ليضطر البلدان الهادئان في أقصى شمال القارة العجوز بما يملكانه من تاريخ طويل من عدم الانحياز العسكري إلى إعادة تقييم سياستهم الأمنية ليصبح الانضمام إلى الناتو هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لهما